والآن إلى جولتنا الإخبارية حيث أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية مشددا على دعم مصر لكافة المساعد الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تدهر الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره رئيس السيسي مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث أكد رئيس السيسي استعداد مصر لدعم توجه الدبلوماسي من خلال تحركاتها الحتيتة في هذا الشأن سواء تنائيا أو على صعيد المتعدد الأطراف كما أكد رئيس السيسي متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي تليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم وأوضح المتحدث الرسمي وباسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل رؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر تعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين فذلك من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما وخلال الاتصال أكد الجانبان متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمية والشعبية